بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسي جديد من دروس مادة الدراسات البلاغية والنقدية كنا قد بدأنا في الدروس الماضية طبعا عرفنا أن الكتاب ينقسم من القسمين القسم الأول منه يتحدث عن البلاغة أو دراسات بلاغية والقسم الثاني سيكون بإذن الله في دراسات نقدية بدأنا بعلوم البلاغة وعرفنا أيضا تعريف البلاغة وعرفنا أيضا الفصاحة كيف أن الفصاحة تصب بها الكلام والكلمة وكذلك الجملة ثم عرفنا أيضا شروط الفصاحة وعرفنا مطابقة الكلام المختلف الحال وأرى أيضا هناك أنواع البلاغة العلم المعاني بدأنا به ثم سنأخذ بإذن الله علم البيان ثم علم البديب على ذلك نأخذ النقد علم المعاني عرفنا أنه أيضا وهو العلم الذي يهتم بأحوال تراكيب الجمل ومطابقتها لمقتضى الحال عرفنا أيضاً عن المعاني وبدأنا بعلم المعاني وأن هناك أيضاً الخبر والإنشاء وعرفنا أن الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب ما تحكم عليه بالصدق أو تحكم عليه بالكذب أو بالصحة أو الخطأ وإيضاً الإنشاء عكس ذلك الذي لا يحتمل لا صدقاً ولا كذب ولا يمكن أن تحكم عليه وإنشاء ينقسم من قسمين إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي والطلب هو الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء وعرفنا أيضاً الإنشاء غير طلبي وهو التعجب والمدح والذن بدأنا أيضاً بالإنشاء الطلبي وعرفنا إنشاء الطلبي الأمر وعرفنا أيضاً سيغة الأمر وأن هناك سيغة فعل الأمر مباشرة وأن هناك أيضاً الفعل المضارع المخترن بلام الأمر وعرفنا المصدر النائب عن فاعله وكذلك اسم فعل الأمر ثم عرفنا النهي وعرفنا أيضا الإنشاء الطلبي اليوم سنبدأ بنوع الثالث من الإنشاء الطلبي وهو الاستفهام والاستفهام أيضا فيه طلبي وفيه غير طلبي طبعا هنا من باحث الإنشاء الطلبي الاستفهام من باحث الإنشاء الطلبي الاستفهام وله أغراض تخرج عن استفهام الحقيقي وهو طلب الإجابة وإنما غرض آخر يشاركني في تقديم هذا الدرس في لغة الإشارة الأستاذ محمد القبيشي نحن في الوحدة الأولى دراسات بلاغية الوحدة الأولى بعنوان دراسات بلاغية ودراسات بلاغية في الموضوع الثاني من باحث علم المعاني نحن في باحث علم المعاني وعرفنا أيضا الإنشاء والخبر انتهينا من الخبر ودخلنا إلى الإنشاء وعرفنا الأمر والنهي ثم وصلنا إلى الاستفهام وصلنا إلى الاستفهام هذا هو رابط الدرس الرقمي بإمكانك أيضا الدخول ومشاهدة هذا الدرس الاستفهام ما هو الاستفهام؟ وما تعرف الاستفهام؟ وما الأغراض التي يخرج إليها الاستفهام؟ سنعرف ذلك بإذن الله ثم سنكمل بالتدريبات الاستفهام حين يسأل أحدهم هل حضرت المحاضرة؟ أو كيف أخوك بعد مرضه؟ أو أمقالة كتبت أم قصة؟ لاحظ هذه الأسئلة أو متى نجحت من المرحلة المتوسطة؟ أو أين درست المرحلة المتوسطة؟ فإنه ينتظر منك إجابة تجيب بها عن أسئلته ليفهم ما يسأل عنه إذن الاستفهام هو طلب إجابة طلب إجابة لاحظ هذه الأسئلة هل حضرت المحاضرة؟ أو سؤال آخر كيف أخوك بعد مرضه؟ أو أمقالة كتبت أم قصة؟ يريد منك أن تختار إما مقالة أم قصة أو متى نجحت من المرحلة المتوسطة؟ لاحظ متى؟ أو أين درست المرحلة المتوسطة؟ كل هذه أسئلة كل هذه أسئلة إما أن يسأل كيف؟ هل الهمزة؟ متى؟ للزمان؟ أين؟ للمكان؟ فإنه ينتظر منك إجابة تجيب بها عن أسئلته معنى أنه طلب الفهم أنا أسأل فأنت أريد منك إجابة أو أطلب منك إجابة ليفهم ما يسأل عنه وهذا يقودنا إلى القول إن الاستفهام هو طلب الفهم أنا أستفهم حتى أطلب منك الفهم وهو الإجابة طلب الفهم أي طلب فهمي أمر من الأمور المجهولة لدى السائل بمعنى أنه لا يأتي الاستفهام إلا لأمر مجهول أنا لا أعرف متى حضرت مثلا أو متى درست أو متى تخرجت أو أين درست هنا أمور أنا أجهلها فأنا أطلب الفهم أو أطلب منك إجابة حتى تعطيني ذلك وهذا هو الأصل في الاستفهام وهذا يقودنا إلى القول الاستفهام هو طلب الفهم كما قلنا طلب الفهم أي طلب فهمي أمر وهذا من إنشاء الطلبي من إنشاء الطلبي من الأمور المجهولة لدى السائل جميل لاحظ هنا هذا النشاط ما الفرق بين قولك أقرأت هذه القصة لاحظ أقرأت هذه القصة في خطاب الأول من لخص لك هذه القصة ما الفرق في عندما أقول أقرأت هذه القصة في خطاب من قال من لخص لك هذه القصة أو أن يقول مثلا من طلب منك أن تختار له قصة مناسبة وشائقة ليقرأها ما الفرق عندما أقول في خطاب طبعا قرأت هذه القصة في خطاب من لخص لك هذه القصة هنا القراءة يقصد طيب هل هو طلب الفهم فقط أم أنه خرج إلى غرض آخر وهذا هو الهدف طبعا في الاستفهام ليس فقط طلب الفهم وإنما له أغراض أخرى سنعرف أيضا بعض الأغراض لكن هنا هذه كبداية حتى تفهم ذلك هنا من لخص لك هذه القصة أو أقول من طلب منك أن تختار له قصة مناسبة وشائقة ليقرأها جميل هنا طبعا لاحظ في الأول هنا طلب إجابة عن السؤال المطروح أم بعد ذلك هو اعتراض على من لخص القصة عندما أقول من لخص لك هذه القصة هو لا يطلب منك إجابة وإنما يعترض على التلخيص أو طريقة التلخيص فخرج إلى طلب الفهم إلى شيء آخر أو إلى معنى آخر وكأنه يعترض على هذا التلخيص أو لم يعجبه هذا التلخيص إذا قال من لخص لك هذه القصة وكأن هنا السؤال بمعنى أن التلخيص غير جيد بمعنى التلخيص غير فهم هذا السؤال بهذه الطريقة أو بطريقة نقرأة والثاني من طلب منك أن تختار له قصة شائقة أو مناسبة وشائقة ليقرأها هنا إرشاد وحث يختار قصة شائقة ومناسبة لا بد أن تختار قصة مناسبة وشائقة حتى يقرأها وحتى تقرأها وليقرأها جميل هنا يعني معنى القصة الجميلة أو القصة شائقة وفيها أيضا معنى آخر بحسب طريقة المتحدث أحيانا في الاستفهام يخرج إلى الغرض الذي يريده معنى أنها فقط ليس فقط طلب الفهم وهو الأصل أن يطلب المستفهم الفهم وهو الأصل لكن قد يخرج إلى غرض آخر جميل هنا الأغراض البلاغية الأغراض البلاغية للاستفهام يعني الاستفهام في الأصل هو إنشاء وإنشاء طلبي ويأتي لطلب الفهم لكنه قد يخرج إلى أغراض ليس فقط هي طلب الفهم وإنما أغراض أخرى تخرج إلى ذلك أغراض كثيرة وسنعرف بعضها هنا نواجه في حياتنا أسئلة نعلم من حالنا وحال السائل أنه لا يطلب إجابة لها لاحظ هنا يعني هناك أسئلة أنا لا أريد منك إجابة ليس فقط فالأصل في الاستفهام طلب الفهم أنا أسأل أريد منك إجابة لكن أحيانا بعض الأسئلة في أثناء الكلام السائل لا يطلب منك إجابة وإنما لها غرض لذلك هنا الأغراض البلاغية للاستفهام فنواجه في حياتنا أسئلة نعلم من حالنا وحال السائل طبعا هنا كيف تفهم؟ تفهم من خلال الكلام ومن خلال القرائن ومن خلال حالك أو حال السائل أنه لا يطلب إجابة مثل أن يطلب منك والدك مثلا أن يطلب منك والدك أن ترافق أخاك الصغير إلى مدرسته فلما طلب ثم يرى أنك لم تفعل ذلك هو عرف أنك لم تفعل ويعرف الإجابة يعني طلب منك أن ترافق أخاك الصغير مثلا إلى مدرسته ورأى أنك لم تفعل ذلك فيقول لك ألم تذهب معه هو يعرف أنك لم تذهب أصلاً لماذا سأل إذن؟ هو لا يطلب الفهم لأنه يعرف الإجابة لكنه أو يقول مثلاً بطريقة أخرى ألم أطلب منك أن ترافقه ألم أطلب منك أن ترافقه وهذا أيضاً هو يعرف أنك لم ترافق أخاك بعد أن طلب منك إنه هنا يعلم أنك لم ترافقه هو يعرف أنك لم ترافقه ولم تذهب معه ويعلم أنه قد طلب منك ذلك ويعلم مع أنه كلا الأسئلة يعني هو يسأل لكنه يعرف الإجابة لكنه له غرض آخر يعني مع أنه إذا خرج من الغرض الأصلي وهو طلب الفهم إلى غرض آخر هنا يعلم أنك لم ترافقه ويعلم أنه قد طلب منك ذلك فهو لا يسأل طلباً للفهم إذن لا يسألك هو من أجل أن يعرف أو من أجل أن ترد عليه هل أنت رافقت أخاك وهو يعرف أنك لم تذهب أصلا لمرافقته أو لمعرفة أمر يجهله وإنما يسأل لمعنى بلاغي آخر إذن يسأل لمعنى آخر أو خرج المعنى العام الذي هو الاستفهام أو طلب الفهم إلى معنى آخر إذ يريد أن ينكر هو ينكر عليك لماذا لم ترافق وكأنه ينكر عليك عدم مرافقة عدم فعلك لأمره أو أن يقررك بما طلبه منك يعني أنا قد فعلت ذلك وقد طلبت منك وكأنني إن عاقبتك بعد ذلك سيكون هنا إقرار منك أنني فعلت أو أنك لم تذهب وأنا أعرف أنك لم تذهب هنا إذن خرج إلى من المعنى الأصلي الذي هو طلب الفهم إلى معنى بلاغي آخر وهذا ما يسمى بالأغراض البلاغية للاستفهام أن السائل يطلب منك الفهم لكن ليس الفهم معنى الإجابة ولكنه يعرف تلك الإجابة لكن الحال هو لغرض آخر جميل هنا وقد يقوم مثلا أستاذك بتصحيح واجب يقوم أستاذك بتصحيح واجب قد طلبه منكم من زملائك في درس سابق وحين تكون كراستك بين يديه بين يد الأستاذ يكتشف أنك لم تؤدي الواجب مثلا فإن قال لك لماذا لم تحل الواجب هنا يستفهم استفهاما حقيقيا يعني يطلب إجابة يسأل ما السبب وهذا استفهام حقيقي إذا رأى مثلا أنك لم تحل الواجب فهو يسألك لماذا لم تحل الواجب هذا استفهام حقيقي بمعنى يريد منك السبب في عدم حلك للواجب وهذا طلب الفهم هذا يدخل لم يخرج إلى غرض آخر لكنه حين يقول ألم تحل الواجب ألم تحل الواجب هو يعرف طبعا فهو لا يطلب الفهم وإنما يريد أن يحملك على الإقرار بأنك أهملت الواجب حتى تقر بأنك قد أهملت الواجب فكأنه يعني يريد منك اعترافا بأنك قد أهملت الواجب أو يقرك بمعنى أنه ألم تحل الواجب يعني أنك لم تحل الواجب حتى تقر بذلك ثم ذلك يعني تراك يعني معنى يؤكد أنك لم تحل الواجب فيقر بك ذلك وحين تلتقي باثنين من زملائك مثلاً وهذا أيضاً حتى نفهم أن الاستفهام من معنى الحقيقي اللي هو طلب الفهم إلى معنى آخر من حسب المعاني وبحسب السياق وبحسب الكلام وبحسب حالة أيضاً المستفهم وأيضاً المطلوب منه أو المخاطب في الفهم حين تلتقي باثنين من زملائك ينوياني القيام برحلة اثنين من زملائك ينوياني القيام برحلة فيقولنا لك هل ترافقنا؟ فهم لا يطلبان منك أن إفهامهما خبرا يجهلانه هم يعرفان لعلمهما أن ذلك أمر غيبي ولكنهما يسوقان التمني يعني وكأنهم يتمنيان بأن ترافقهما على شكل استفهام لكنه أتى بطريقة استفهام هو يتمنى يا ليتك ترافقنا معنا ذلك عندما يقولون لك مثلا هل ترافقنا؟ بمعنى يا ليتك ترافقنا يتمنيان مرافقتهم وهم خرج أيضا إلى غرض التمني وخلاصة القول أن الاستفهام حين يريد السائل هنا خلاصة القول أن الاستفهام حين يريد السائل به أن يعلم أمر يجهله يعني أنا أسأل عن شيء لا أعرفه أمر أجهله فهو استفهام حقيقي فهو استفهام حقيقي وأما حين يريد منه أغراض أخرى فهو استفهام بلاغي بمعنى أن استفهام حقيقي وهو الطلب الفهم أريد منك الإجابة لأمر أجهله هذا استفهام حقيقي أطلب منك فقط الاستفهام فأنت تعطيني إجابة هذا السؤال أو طلب الفهم أما نطلب منك مثلا أمر آخر هو يسمى استفهام بلاغي استفهام بلاغي وكما قلنا في مبحثي الأمر والنهي ذكرنا أيضا في الأمر والنهي وأن لها أيضا أغراض بلاغية فإن الأغراض بلاغية الاستفهام أيضا كثيرة لكن نذكر بعض هذه الأغراض أو منها أولا الأمر قد يخرج الاستفهام من غرض الاستفهام وهو طلب الفهم إلى الأمر كما في قوله تعالى معنى أنا أمرك بشيء حتى في استفهام في قوله تعالى في خطاب المؤمنين بعد أن بيّن مضار الخمر والميسر بيّن في خطاب المؤمنين مضار الخمر والميسر فهل أنتم منتهون فهل أنتم منتهون وهنا استفهام لكنه بمعنى انتهوا من ذلك أو اتركوا هذا الخمر أي انتهوا عن ذلك أو كما يقول لك والدك مثل آخر كما يقول لك والدك فهل تستمع إلى نصيحتي هل تستمع إلى نصيحتي معنى استمع إليها بمعنى استمع إليها إثنان الإنكار أيضا غرض آخر غرض بلاغي وهو الإنكار كما في قوله تعالى أو قول الله تعالى مخاطبا بني إسرائيل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم هو لا يريد إجابة أو يعرف أنهم يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم لكن ينكر عليهم ذلك ونقول هنا أي هذا لا يجوز أو كما في قوله تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا أي هذا لا يمكن أن يحدث وكما في قول امرئ القيس أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي المشرفي مقصود به السيف كيف يقتلني وأنا معي سيف لا يستطيع قتلي وهذا أيضا إنكار ينكر قتله أي يقتلني هو استفهام لكنه خرج غرض الإنكار بمعنى لا يمكن أن يقتلني والسيف بجانبي وكذلك الرمح ومسنونة زرق كأنياب أغوال الرمح المسنون الذي كأنه ناب الغول فيقول كيف يقتلني وأنا معي سيفي ورمحي ولا يستطيع أن يقتلني وهذا أيضا ينكر عليه ذلك التقرير أيضا هذا يقر وكما أيضا أخذنا مثالا سابقا وهنا ذلك حين يريد المتكلم أن يذكر المخاطب يريد المتكلما يذكر المخاطب ويجعله يقر بما يستفهم عنه يقر بما يستفهم عنه كقول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك يعني شرحنا صدرك ألم نشرح لك صدرك وقوله أيضا أليس الله بكاف عبده والله سبحانه وتعالى بالتأكيد أنه يكفي عدف ويقر بذلك كما سأل المعلم لطالب الذي لم يحل الواجب ألم تحل الواجب بمعنى أنك لم تحل الواجب وهو أقر بذلك أو حين يريد أن يجعل معنى كالحقيقة التي لا يشك فيها كقول جرير يمدح الخليفة طبعا ألستم خير من ركب المطايا وأند العالمين بطون راحي ألستم هو العبد الملك ملوان طبعا ألستم خير من ركب المطايا يقول أنتم أفضل ناس ركب المطايا وهذا يقر معنى أنتم كذلك جميل هنا أيضا غرض البلاغي للاستفهام هو النفي يخرج أيضا الاستفهام إلى غرض النفي وذلك حين يصح أن تضع أداة نفي مكان أداة الاستفهام حتى تفهم تحذف أداة الاستفهام وتضع أداة نفي فيستقيم المعنى هنا إذا خرج إلى غرض النفي مثل قول الله تعالى فهل ترى لهم من باقية بمعنى لا ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية كذلك وقوله تعالى فمن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه وقول الشاعر هل بالطلول لسائل رد أم هل لها بتكلم عهد يعني لا بالطلول بسائل وليس لها أهد بالتكلم وكثيرا ما يرد هذا المعنى إذا كان بعد الاستفهام استثناء بعد الاستفهام يأتي استثناء هذا كثير يأتي كقول الله سبحانه هل تجزون إلا ما كنتم تعملون معنى لا تجزون إلا عملكم أو كقول العرب هل تلد الحية إلا الحية يعني لا تلد الحية إلا الحية بالتأكيد فهنا خرج إلى غرض النفي جميل أيضا من الأغراض التي يخرج عليها الاستفهام هو التعظيم هو التعظيم فقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فقوله أيضا تعالى هل أتاك حديث الغاشية وكقول المتنبي يمدح كافور ومن مثل كافور إذا الخيل أحجمت وكان قليلا من يقول لها قدمي وهذا من مثل كافور من مثله وكأنه يعظم فاستفهام خرج إلى غرض التعظيم التحقير وهذا عكس التعظيم كما في قول إبراهيم عليه السلام لقومه فيما يحكيه ربه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون هنا يحقر ما هذه التماثيل وهي الأصنام التي كانوا يعبدونها وكما في قول الشاعر بشار بن برد يهجو رجلا زاعما أنه قد أقسم هذا الرجل زعم أنه قد أقسم أن لا يعمل معروفا يقول فقل لأبي يحيى متى تدرك العلا وفي كل معروف عليك يمين متى تدرك العلا معنى أن هنا استفهام لكن يريد الفهم أنه ما يحقر أنك لن تدرك العلا لأنك قد حلفت في كل مرة يكون لك اليمين سابعا هنا التشويق كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم وفيها شيء من التشويق من التشويق وكما في قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وفيها تشويق أيضا إلى الأجر والمثوبة عند الله عز وجل التمني حين يفيد الاستفهام معنى ليتا يعني معنى ليتا كما في قوله تعالى حكاية عن أهل النار فهل إلى خروج من سبيل هل هنا التمني يتمنيان أو يتمنون أهل النار وليلاذ بلان يخرجون منها وكقول أبي فراس فيا حسرة من لي بخل موافق أقول بشجوي تارة ويقول من لي يتمنى أن يكون له خل يوافقه ثم يقول أحزانه ويجاذبه أطراف الحديث الخلاصة في الاستفهام أن الاستفهام هو طلب السائل معرفة شيء يجهله هذا هو الأصل أن أطلب شيء لا أعرفه ويخرج الاستفهام عن معناه الحقيقة وهو طلب الفهم لأغراض بلاغية مختلفة تفهم من السياق وتدل عليها قرائن الأحوال ومنها الأمر والإنكار والنفي والتقرير والتعظيم والتحقير والتشويق والتمني وهذه بعض الأغراض التي يخرج عليها الاستفهام من غرضه الحقيقي هذا ما أردنا أن نرده في هذا الدرس صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين